وانت سالم طيب شعر المحاورة هل لك فيه اهتمام هل لك فيه تجربة والله شوف انا شعر المحاورة شعر جميل والرجل الشاعر المتمكن يعتبر فرصة له انا متمكن في هذا اللون من غير اني شاركت مع ناس يعني معروفين على مستوى الساحة بدايات شاركت مع الشاعر المستور الصفياني عواض العتيبي ومسي عليهم بالخير جميعا وشعراء معروفين هذولا واحترمهم لكني يعني ما وصلت فيه في اني احضر شعر المحاورة يبي له نوع من التفرر وإلا فهما ليس من اصعب الفنون صح اصعب الالوان هو شعر العرضة اصعب لون سواء العرضة الجنوبية او النجدية اي عرضة فيها يعني القوافي اربعة خمسة ستة بيوت ملزم انك ترد بشقر ومعنى انا اقول ان هذا اصعب لون وليس صعب على من اجتهد مارس ولكن ليس كل شاعر مبدع فيه الان حنا في المنطق الجنوبية بما ان العرضة عندنا صحيح لان هذا اللون يبي له يكون عندك ميول له ثم ان اتقان وابداع ما هو بسهل انك تجي على الماكروفون وشاعر يبدع لك قصيد اعتوك من اربعة بيات وخمسة بيات شل مسيرة اسمها ثم ان تجي انت لازم انك انت اذا هو خويك لازم انك تشكر يا رجل تصل بينهم تحدي الى ان انك انت تبدع وتشكر انت بنفسك كشاعر الله 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 ولا تكون محضر من اول اي نعم يعني انت الان هل تعتبر محاورة ابو فيصل العرضة الجنوبية تعتبر محاورة نعم محاورة شريسة اي نعم محاورة شريسة ومحاورة كل ما كان فيها المعنى دفين كل ما سطع نجم الشاعر اكثر وزادت متعتها نعم يعني بعض الشعراء يحضر في الحفلة ويقول شيء ويسري والناس ترجع تحلى له ويكتشفون ان هذا الشيء فيه مغزى نعم ويروح هذا الشاعر هذا ابداع من الشاعر نعم اكيد طيب هل جربت انت اجريciaż في حردات